أهلا بكم الزلزال ضرب اقتصاد تركيا بقدر ما ضرب الأبنية والطرقات في المحافظات الجنوبية العشر أكثر من 34 مليار دولار قيمة الأضرار المباشرة التي خلفها الزلزال بحسب تقديرات البنك الدولي الذي نبه إلى أن تكليفة إعادة الأعمار قد تكون مثلي قيمة الأضرار لأنها تشمل بناء كل هذه المنشآت الحيوية أي المساكن والطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديد والجسور وأيضا إمدادات الطاقة والمياه فضلا عن إنشاء المدن الصناعية وذلك للإسهام في عودة الناس إلى الاستقرار في تلك المناطق لأنها تمثل 9.3% من إجمالي نتج المحلي لتركيا وتؤمن 8.5% من إجمالي صادرات تركيا وتحديدا الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية ومنتجات البلاستيك أيضا الأثاث الأقمشة والمنتجات الكيميائية القطاع المصرفي التركي خصص جزءا من الأرباح التي حققها العام الماضي لمكافحة آثار الزلزال بإعاز من الرئيس التركي رجب طيب أردغان الذي لم يكتفي بالبحث عن مصادر تمويل داخلية فحصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة مليار وسبعمائة وثمانين مليون دولار تقسم على دفعات كما حصل على مليار وستمائة مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير على شكل استثمارات ولكن مهما كان حجم المساعدات كبيرا فقد لا يرقى إلى المستوى المطلوب بعدما تبين أن كلفة إعادة الإعمار تمثل خمسة ونصفا في المئة من إجمالي نتج المحلي لتركيا وهي نسبة مرتفعة تحتاج إلى بحث السلطات التركية عن شراكات جديدة للحصول على الأموال والمواد الأولية والخبرات البشرية والتقنيات الحديثة ومن يدري قد تسرع هذه الحاجة الاقتصادية المساعي الدبلوماسية لحل خلافات مع دول تشهد توترا في العلاقة مع أنقرة